بيك تايم أنا أظن أن ده أول انترويو تعمله من عشرة سنين لو شافوا قشت هيزهقوا كتشفت أنك أطول مني بودكاست أيوة بيك تايم جرب كده واحدة بيك تايم بودكاست بيك تايم لا هو دايما الناس تسألني هو إيه الفرق بين البودكاست والتلفزيون فأقول له أن في البودكاست المايك بيبقى بودكاست عريض بيك تايم لأ يعني فيه كده حميمية في الصوت قريب تمام بوقت أنا عايز أقول لك حاجة دقيقتني مما شفتك أنا كتشفت أنك أطول مني ممكن بس عشان لا 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 لأ أنت أطول مني طويل جدا آه بس مش فرق مش كبير لأ أيوة بس أنا دايما بعتبر نفسي يعني طويل 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 بس على الفكرة ده مش حلو في الساعات في التمثيل ما بلقاش أحسن حاجة لأن الممثلات اللي موجودة ما فيش معاسك فلازم فلازم آه فلازم يممشين بقى بالتكوهات معاهم عشان الطولي يبقى واحد انت بتتكلم جد ولا بتهازل آه دي حقيقة عشان تبقى طويلة قدامك طبعا مين أطول ممثلة في مرسل والله أنا متالي لا لا ياسمين ياسمين عبدالعزيز طويلة ياسمين متالي طويلة ياسمين طويلة أه بس يعني كده برضو يعني بس أعتبر طوي لا طولي الطبيعي يعني طولك؟ لا لا مش طولي بس يعني مرتاحة يعني لما كنا مصور مع بعض في الرهينة وجه لها التحية طبعا ما اشتغلناش من زمن بس كانت تمامي يعني ما كانش فيه مشاكل فأول ما بتيجي الممثلة أول حاجة تفكر فيها لازم التاكو دايبقى معها زي شنطتها كده موجود والممثلين الرجالة لا ليه كريم كريم طويل بس 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 فأنت لازم الراجل اللي بيعمل كاستنج أو المخرج يعمل حسابه برضو يعمل حسابه مظبوط أنت مترب الرياضة فكان صف شتا لا ومش بس كده كمان الله يرحمه كان ما عندوش حاجة اسمها صحيامة آخر يعني المدرسة أنت بتصحى الساعة ستة عشان عندك تمرين وفي الصيف بتصحى الساعة تمانية والنوم بدري ودي حاجة لازمتني دلوقتي يعني أنا مثلا أنا بشتغل دلوقتي أنا ما بقدرش أشتغل بعد الساعة اتنين صباح مهما حصل ده هو شغلوكو كده بقفل بقى واحد تاني نفسيا ما بستحملش فهما عارفين أن أنا آخر ما عاد ليه في الشغل الساعة اتنين صباح سندريلا فكان أبويا كان يرمينا في حمام السباحة من وإحنا عندنا ست سبعة سنة فطلعنا أنا وإخواتي تلقى أن احنا التلاتة طوال فجات من هنا بقى الموضوع ده وبعدين بقى أنا لعبت اخترت اللعبة أن أنا لعبت تنس طول أنا ما حبيتش السباحة عشان بتنزل تمرن في الشتاء والدنيا برده وفكرة البول الهيتد دي ما كانتش موجودة كتير لا كله رصاص ولعبت بقى تنس طولة دايقتني بقى في طولي بقى لأن تنس طولة وإنت طولين بتبقى صعبة هم الصينيين بتبقى صعبة فأنا لعبت بقى في اللعبة دي وهي دي أكتر حاجة دايقتني فيها يعني الطول وإنت في المدرسة كانوا بيتنمروا بيك أنك طويل أكيد بتقعد آخر الصف طبعا آه كنا طبعا في الآخر بس ما كانش فيه لأ مكانش مكانش فيه تنمر داخلت وإننا صغيرين چالذ يا خلص والله لا 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 ناس كانت كويس أدينك كويس وإداك فرصة أنه أنت صغير انت كنت في مدرسة بنين وبنات أو لا بنين وبنات آه طبعا في المعادي أنا أت ولدت في المعادي وكانت مدرسة في المعادي والله أنت كنت في المدرسة ايه قومية طبعا عندنا Nin rấtle آآ طيبعا عندي جنبين احنا في فيكتوريا فكانش فيه ما كانش عندنا مشاكل الحمد لله يعني بس ميزة للممثل الطول ده هو يعني ممكن تقول ميزة يعني مش حاجة أساسية هو أهم حاجة تمثيل أنا اللي بشوفت لك مشاهد وانت دايماً طالع من البسين بتنفع في الأكشن بتنفع في الحركة بتنفع في الحاجات اللي زي كده بس هو في الأول وفي الآخر الحاجات دي مش هي المين خالص انت مهما تقعد تتشقلب ومهما تقعد تكسر في الآخر هو اللي بيبقى لك المشاهد اللي انت بتمثلها الشخصيات اللي انت بتتقمصها هو ده هو ده اللي بيعيش مش ان انت تكسر عربيات وتشقلب ايه الفرق بين ولاد رزق بالأكشن اللطيف بتاعه ولاد رزق تلاتة بالأكشن العالمي انت بتصور فانا عايزة عارف انت حسيت كممثل بايه بعيد ولاد رزق تلاتة بإذن الله بإذن الله نقلة تانية خالص احنا متعودين في ولاد رزق دايما انه هو بيبقى فيه سيكونس اكشن لازم يبقى فيه من الجزء الاولاني وبعدين الجزء التاني الجزء ده كان الغرض كله انه هو الفيلم ده يواكب في الاكشن بتاعه والأفلام العالمية ما يقلش لانه وخلينا صرحة يعني الجمهور لما هيخش الفيلم اكشن مصري بينزل قدام فيلم اكشن امريكاني حس الفرق البروريورتي هتلوح للامريكاني فاحنا احنا ما عندناش اللي يمنعنا ان احنا نعمل ده بس بنتوقف دايما قدام البودجت ان انت عشان تعمل البودجت عشان تكسر وتعمل وتعمل الاكشن الرهيب ده لازم يعنك بودجت كبير الحقيقة السنة دي في ولاد ريز دعم الهاية الترفيه والمستقلات المستقلات توركة للشيخ خلانا نحلم اكتر نبعد اكتر بالفيلم انا بحس ان انت بعيد شوية عن الاعلام بعيد شوية عن الانترفيوهات انا اظن ان ده اول انترفيو تعمله من عشرة سنين اه تقريبا في ناس عندهم وجهتين نظر في حد يقول لك ايه لا انا مش عايز الناس تشوفني كتير مش عايز اظهر الناس دايما انتجيلي السينما دي وجهة نظر وجهة النظر التانية لا مش عايزين دوشة انا بمثل ودوري ان انا ممثل علاقتك بالاعلام عاملة ازاي الحاجة اللي حضرتك قلتها في الاول ان هو انا ممثل سينما وانا عايز الناس تجيلي ده موروث اديم ومتواجد يعني فالند ما انتهاش بالعكس وانا تعلمت ده شفته من الاستاذ احمد زاكي الله رحمه وشفته من ربنا ديره طول طول عمر يا رب الاستاذ عدل امام النجم الكبير اللي هو فانا شفت كده ان هو انت بتطلع تتكلم ليه يعني تطلع تتكلم عن عمل تطلع تتكلم عن وجهة نظر في فيلم انما تطلع تتكلم عن مال على بطال ده بياخد منك مهما كنت لانك مش كل الناس تفهمك صح ممكن ما تعرفش اتعبر وفي نفس الوقت انت الميديا كتير قوي والدنيا بقت زحمة قوي فإيه اللي حيميزك يعني انا انا هلبس وانزلك ليه طبعا انت عندي في التلفزيون وعندي على الموبايل وعندي في البرامج وعندي 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 فاطلع اقول ايه ما عنديش حاجة جديدة اقولها لكن في كل فيلم بعمله مثلا في الافتتاح لا باطلع كلم مع كل الصحافة وكل شفت كده اه دقتين تلاتة اربعة دقائق عندي حاجة اتكلم عليها انما انما حياتي انا انا رايح فين انا جاي منين انا انا مش يعني ما تهميش حد يعني انا بقى شايف كده يعني انه اني همك انك تعمل لي فيلم كويس تعمل لي مسلسل كويس تعمل لي اعلان كويس انما تطلع تقول انا الصبح انا الصنع باكل انا بزعل جدا لو مش اول حاجة انا بفتر مش عارف ايه انا قاعد على البحر انا ده دي حياتك انت حر فيها مش لازم تشارك الناس كل حياتك انا في رأيي ان ده مش صح بيقول لك اشلو الفانز والمعجبين عايزين يعرفوا احمد عز بيعمل ايه بعيش ازاي صحابه مين يا اخي الفانزات بتوعك ليهم عليك حقه يعني مهم لو شافوا عيشت هيزهقوا والله يبدأ يعني انا اقول لك انا انا عيش ازاي عيشت زهق قولي يعني انا لو ما عنديش شغل انا عندي انا ما بحبش صهر فبحب اصحب ادري اروح اتمرن ارجع اتفرج على فيلمين انام او عندي اتنين اصحابي اتنين ثلاثة اصحابي ده كربونا ده اللي انا بقول حالتك ده كربونا اه كربونا عندي اتنين ثلاثة اصحابي من واحنا صغيرين من واحنا في المدرسة هم دول هم دول اللي معايا من واحنا صغيرين مكملين معايا بنسافر نقعد عندي في البيت قعد عندهم في البيت ده دي حياتي ما عنديش حاجة اللي هو يعني جاهز الصورة اللي انت بترسمها في الافلام يحس ان احمد حس بقى عايش حياة لا الحمد لله عايش حياة كويسة جدا الحمد لله والف حمد والف شكر ربنا يعني لا اصر مليانة قسارة مش من البيت للستوديو خالص وبعدين كل شوية انت وانت بتشتغل وانت بتمر في حياتك وانت بتكبر في حياتك الاولويات عندي مختلف انا اولوياتي وكل اللي انا بطلبه من ربنا النجاح انا اديني نجاح اكتر يعني دا يهمني اكتر بكتير من ان انا يبقى عندي فلوس ان انا يبقى عندي مش عارف ايه ان انا سافر ان انا اروح لا اديني نجاح ده 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 بيسعدني. ده اللي بيملاني من جهو. ده بيحسنت ان انا عملت حاجة. ان انا انجح. الحاجات التانية بقا ان انا اسافر او مش عارف ايه كلام دو كل ماしょ. تشتري حاجات. طبعا يا انا بحب العربيات جدا مصري. اه? اه. ده اللي هو ده بتاعتني. اه. اه. ده الهوس. ده الهوس. ان انا سافر. في وقت الاجازات. غير كده. انا بحب الشغل جدا. يعني دايما كان عندي مشكلة länger انا بعمل فيلم واحد للسنة زمان. دلوقتي انا ممكن اعمل فيلمين واخش. وعمل مسرحية. ومسرحية. حالة النجاح دي هي هي يعني انا بحس ان انا برا الشغل ان انا انا. انا فين? مش اخبط. اه. لو انا ما بشتغلش. بحس ان انا بلا هوية كده. بحس ان انا فاضي. فاضي. مش مرتبط. زي. زي. انت عايز تبقى مرتبط بعمل. اه. واشتغل واتع بكل حاجة. وامتى الاجازة تيجي? بس اول لما بتيجي بعد اول اسبوع. بزمزق كزا على الصغيرة.